السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته اقمر يا ابني والله يا عمي نجاي وطالب ايد بنتك لا يا حبيبي احنا ما عندناش بنات للجواز ليه كده بس يا حاج ما تجوز هالو بس يا ولاية خراس انت ملكش اي دعوة يعني ده يا عمي اخر كلام عندك ايوة يا ابني هو ده اخر كلام عندي وما عندش اي كلام تاني غيره طيب شكرا ليه كده بس يا بابا بتطير مني العريف بس يا بيت خراسي انا عارف مصلحتك فين حرام عليك والله منكم لله سلام عليكم انت تاني انت عايز اي يا ابني هو انت ما بتحرمش انا جاي لك يا عمي اصلي يمكن يعني تكون غيرت رأيك ولا حاجة وطالب ايد بنتك لا يا حبيبي لا يا خويا لا يا سيدي ما غيرتش رأيي ولا حاجة انا لسه عندي كلامي ما عندناش بنات للجواز يا حاجة ما تجوز هلو بقى خلينا نخلق ما قولنا ما تدخليش لفسك في الكلام ده انت يا ولية طب ما تسمع كلامها يا عمي بس يا دي انت عم الدباب لما ياخدك يلا امشي من هنا ما قلتلك ما عندناش بنات للجواز هو انت اللي هتعلمني اسمع كلام مين واسمعش كلام مين بقى كده يا عمي ماشي شكرا ليه كده بس يا بابا حرام عليك سلام عليكم وعليكم السلام الله 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 لا ده انت مصمم بقى ايه عايز تتجوز البت برضو هقولها لك تاني من غير مسألك انت جاي ليه ما عندناش بنات للجواز طب وانت يا طانت مش هتقولله زي كل مرة سيبها تتجوزه ولا جوزه له ولا اي حاجة هقولله يا ابني هقولله يا حبيبي ما تجوزه له يا حاج وانا هرد عليك زي كل مرة ملكش دعوة انت يا ولية وانت كمان ياضي هقولك زي كل مرة يلا يا دمشي من هنا ما عندناش بنات للجواز ماشي شكرا حرام والله كده حرام السلام عليكم لا 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 بقولك ايه انت مصمم قوي بقى وراكب دماغك بصراحة اه مصمم جدا وجايلك يا عمي وطالب ايه بنتك طب خلاص طالما انت بقى اللي مصمم وراكب دماغك خلاص يا عم انا موافق ايه ده بجد بجد يا بابا انت موافق ايه يا ستي بجد موافق ما تسمعين يا زغرطة ياولي ايه شكرا مشكر جدا انا فرحان قوي شفت يا حبيبتي اللي حصل لسه قاعد بتفرج على الاخبار لقيت الاسعار مولا عنار بيقولك الاسعار تلعت لي فوق فوق خالص في العلالة يا حبيبي سيبك دلوقتي من موضوع الاسعار كده بقولك ايه انا كنت عايز اقولك على شوية حاجات كده شوية حاجات حاجات ايه دي عايزة كرتونة بيد وعايزة سمنة ومكارونة ورز وشعرية ولسان عسفور وشوية فراح على كم كيلو لحمة على شوية حاجات تانية كده كده كتير حاجات تانية كتير زي ايه يعني شوية حاجات يا راجل احطهم في الفريزر هو انت يا ولية انت ما عنديك يش دم انت مش شايفاني حتى مش عارفة اشتره دم لنفس الباسة بقولك الاسعار والدنيا مولا عنار وانت كل يومين عملة تقولي لي هات 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 ما بتبطلش طلبات اجيب لك منين يعني يا ولية معلش يا حبيبي بقى ما هي دي سنة الحياة روح بقى يلا هات الحاجات اللي انا اقولك لك عليها انا وراي شغلي في المطبخ كتير قوي قوي بقولك ايه ما تعطلنيش حزبي يا الله وانعم الوكيل ايه ده يد المصيبة الصودة هو الراجل ده بيحزبن علي ولا ايه ايه ده ابويا ايه اللي جاب ابويا هنا لا ده مش ابوكي ده تمثال ابوكي ازاي الكلام ده تمثال ابويا اه تمثال ابوكي وانا اللي عملته وانا اللي يخليك تعمل تمثال لبابا علشان انا عرفت قيمة الراجل ده كويس وعرفت الراجل ده قد ايه كان بيحباني ده ازاي بقى ان شاء الله انتي ناسية لما قدت كلها ماجي عشان اطلب ايديك كان بيرفضني اتاريه كان عارف مصلحتي كويس اوي بس انا اللي قدت حمار ايوة كنت حمار كبير اوي ومش عارف مصلحتي فين اه يا ابن الورمة يا خرابي الحقوني لا بس التمثال ده شكله حلوة قوي فعلا يا ابا انت اعظم راجل في الدنيا انتجوز تاني ايوة يا ابني ايوة يا حبيبي وحشني قوي زي ما انا وحشك كده بالزبط يا ترى الراجل ده عمال يكلم من كده ده بقاله اكتر من نص ساعة عمال يتكلم يخرب باته يعني معقول ده يبقى صاحبه ايوة يا ابني اكت طبعا هشوفك امال يعني مش هشوفك ينفع يعني الصحاب ما يشوفوش بعد المدة دي كلها يا لهوياني لا يكون زي مامي قالتلي بص يا بنتي اعرفي لما جوزك يعمل الحاجات اللي هقولك عليها دي انه بيملعب بداله اول حاجة لما يتكلم في التليفون لفترات طويلة تاني حاجة بقى لما تلاقيه عمال يضحك لوحده زي اللهطل كده يا حبيبتي زي اللهطل ومرة واحدة تلاقيه يبص كده في السقف الفق ويسرح مع نفسه وبعدها على طول يبص في الأرض ويسرح وتحسي كده ان هو عمال يلعب بقى وكأنه بيأكل أي حاجة زي اللهبل ايوة ايوة معاكو معاكو والله يا لهوي يا لهوي يا سنة سخة يا أولاد معاك يا ابني معاك مش سرحان ولا حاجة والله خد يا سنة سخة يا أولاد عشان تحرم تتكلم في التليفون يا أخويا ولا معاك على التليفون قوله أنا رفت في غايبابا هو انت نايم يا ابني ايوة يا بابا أنا نايم ده الدنيا يا ابني بره عمالة تمطر والسوارع ايه غرقانة ما تمطر بقى يا بابا ولا ما تمطرش انا يعني هعمل لها ايه ما تسيبني عشان عايز نايم اسيبك تنام خلاص اما افتح الشباك عشان اشوف تفتح الشباك ده يعني هو انت لازم تشوف الميا يعني اللي نازلة سخنة ولا سقعة بتقول اهياد اشوف الميا اللي نازلة سخنة ولا سقعة كلام جميل فعلا والله انت عارف يا حبيبي انا كنت هفتح الشباك ليه لو كنت تعرف ما كنتش قلتك كلمتين اللي انت قلتهم دول امالي يعني كنت بتفتح الشباك ليه بابا والمطر عملت مطر برا اسلمك يا حبيبي نشرت لك الهدوم كلها على المنشر وانا خفت للهدوم بتاعتك كلها تتغرق ميا ده انا حتى مردتش اقول لك اطلع انت لامهم يا ابني الاحسن يتغرقه قلت اطلع انا في الساقع وفي التلج اللي برا ده ده انا ما كنتش اعرف يا بابا ان الموضوع كده انا زعلان من نفسي او ان انا ظلمتك يا بابا بس لا لا يا بابا انا عمري ما هخليك تطلع في السقع وفي التلج ده علشان تلم الهدوم بداعتي بالذات بعد الظلم انه لا ظلمته لك انا اللي هطلع علم الهدوم في السقع وفي البرد ده خلي بالك من نفسك يا حبيبي لاحسن تبرد يا دنايا ما تخافش علي يا بابا ايه ده ده انا بقيت في الشارع ومش شايف اي هدوم خالص انا طلعت بره البيت خالص ومش لاقي اي هدوم يا فن الهدوم المنشورة دي يا بابا يا لهوي امو يا قبل علي يا الباب انا هدخل البيت الوقت ازاي الحقوني يا ناس الجو هيموتني ركب بتبتعش ومفاصل كلها هتموتني هموت لا خليك بقى في الشارع يا رحومك عشان تشوف الميا اللي نازلة ساعة ولا ساخنة